موسيقى نشت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها البنيان المرصوصة تدرس مع الحاكم العسكري المكلف خطة لتأمين سرط ومستشفى مصرط يقول انه استقبل 720 جثمانا من قوات البنيان جراء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة رئيس المجلس العلى للدولة يطالب بضرورة انهاء سياسة الافلة من العقاب ودعم الاجهزة الامنية وتفعيلها واحترام تراتبية القيادة السياسية في الولاد عمدوا عدد من البلديات يدعون الى الالتفاف حول المجلس الرئاسي ودعمه محليا ودوليا ويطالبون بتفعيل بنود الاتفاق السياسي لحل مشاكل المجالس البلدية قال عضو المركز الاعلامي لعملية البنيان المرصوص عبدالعظيم الشجماني ان هناك اجتماعات متواصلة بين قوات البنيان المرصوص والحاكم العسكري بسرط المكلف واوضح الشجماني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان هذه الاجتماعات تهدف الى وضع خطة لتأمين مدينة سرط واعادة تمركز قوات البنيان المرصوص ضمن معسكرات في المدينة واكد الشجماني ان سرية الهندسة العسكرية تواصل عمريات التمشيط وازالة الالغام بجميع المناطق المحررة بالمدينة مضيفا ان جهاز مكافحة الجريمة مصرة وجمعية الهلال الاحمر الليبي واصلان انتشال الجثاث التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة من تحت الانقاض واضاف اامر الغرفة الميدانية لعملية البنيان المرصوص احمد ابو شحمة في نشرة سابقة انهم اقترحوا على حكومة الوفاق تشكيل حكومة لواء عسكرية قوة لواء عسكريين تحت اسم لواء البنيان المرصوص لتأمين مدينة سرط وحماية مداخلها الرئيسية بالنسبة للعلان الرسمي على تحريض مدينة سرط يتم بعد انهاء ازارة الالغام لان ازارة الالغام من داخل المدينة والمزارع والمتانات المجاورة لها اللي هي في منطقة السبعة وفي منطقة السواوة وفي منطقة الجيزة العسكرية وادة اسماء الغربيات وغيرها فما تحتاج الى وقت وعندنا مازال فيها للسدول والجيوب اللي هي خارج المدينة اللي هي في السحر اشارت صحيفة مارينزا كوربا تايمزا الامريكية الى ان الولايات المتحدة مستعدة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا حتى بعد سقوط اخر ماقل لما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط ونقلت الصحيفة الامريكية عن المتحدثة باسم القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا روبين ماك قولها ان افريكم تواصل عمريات مراقبة مدينة سرط وضوحيها بالتنصيق مع حكومة الوفاق الوطني لتقديم الدعم اللازم لتحرير المدينة نهائيا من عناصر التنظيم يشار الى ان صحيفة مارينز كوربا تايمز هي صحيفة امريكية مستقلة تصدر عن سايتالاين ميديا جروب وتهتم باخبار الجيش الامريكي ووزارة الدفاع والحكومة الفيدرالية الامريكية وتقدم تقارير خاصة تهتم بالشأن العسكرية افد مدير عام مستشفى مصرات المركز على لحوكا بان حصيلة جثامين قوات عملية البنيان المرصوصة التي استقبلها المستشفى منذ بدي العمليات ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وحتى الان بلغت 720 جثة وضف لحويكا لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عدد الجرحى ارتفع ليبلغ ثلاثة الاف ومائتين وستة وتسعين جريحا وواحد وثمانون بالمائة منهم من ابناء مدينة مصرات واشر مدير عام مستشفى مصرات المركز لان المستشفى استقبل سبعة واربعين طفلا وسبع عشرة امرأة وتم تقديم الرعاية الصحية لهم بلغ عدد الجرحى 3296 جريح ابتداء من هذه العملية من داخل مدينة مصراتة شكلت نسبة 81% من داخل المدينة و19% من خارج المدينة عدد الشهداء حتى تاريخ 14 ديسمبر 2016 كان 720 شهيد هذين يوصلوا لمستشفى مصراتة من ضمنهم 11 شهيد لم يتم التعرف عليهم أفد مركز السراية للإعلام بتعرض منطقة جنفودا والعمارات الصينية اليوم لأربع غارات جوية شنتها طائرة دون طيار واضفت النافذة الإعلامية لمجلس شرث واربانغازي أن قوات عملية الكرامة استادفت منطقة جنفودا السكانية بعدد من قذائف الهوم بشكل عشوائي وكانت منطقة جنفودا السكانية قد تعرضت أمس لثلاث غارات جوية شنت طائرة دون طيار بالتزامن مع اندلاع اجتباكات في محور الحظيرة الجمركية بالمنطقة صرح منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا المكلف جعفر حسين خلال عرض خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2017 بأن البعثة الأممية بحاجة إلى 151 مليون دولار لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عام 2017 مضحانا الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد أدت لزيادة الاحتياجات الإنسانية أهم ما جاء في خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بليبيا في هذا التقرير أنقاذ أرواح مليون وثلاثمائة ألف شخص في ليبيا يحتاج ماتا وواحدا وخمسين مليون دولار ذلك ما أكده منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المكلف جعفر حسين لتنفيذ الخطة الإنسانية في ليبيا للعام 2017 أرقام تشير لأن الوضع الإنساني في البلاد لم يتحسن عن السنة الماضية وفق ما كان متوقعا وهو أمر يبدو أن الأمم المتحدة عولت عليه كثيرا خاصة مع توقيع الاتفاق السياسي كنا متفائلين خلال سنة 2016 بأننا لن نحتاج إلى خطة استجابة للعام القادم كنا نتوقع أن يتحسن الوضع الإنساني بدخول حكومة الوفاق الوطني وتوقيع الاتفاق السياسي والذي كان من المفترض أن يمكن من وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين في ليبيا لكن للأسف مع نهاية العام الحالي اتضح أن الأمر ليس في صالح الليبيين والوضع الإنساني في البلاد غير أن تدهور الوضع الأمني أثر على الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد وزاد من الاحتياجات الإنسانية والتي تبقى مرفوقة بتحديين أساسيين وجهان الأمم المتحدة في برامجها وهما تحدي أمني يعيق الحصول على المعلومات بدقة وتحدي مالي لتلبية الاحتياجات المطلوبة للفئات المستهدفة للأسف أن ليبيا ما زالت تعاني من الكثير من المشكلات وهذه المشكلات تؤثر على الكثير من الفئات الاجتماعية وخاصة الأكثر منها هجل ونتمنى أن تكون هذه آخر خطة استجابة الإنسانية في ليبيا بدورها أكدت حكومة الوفاق الوطني دعمها للخطة مضيحة أنها لضمان تنصيق الأعمال المدرجة في الاستجابة الإنسانية شكلت لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون النزحين والمهجرين بحكومة الوفاق وعضوية المؤسسات ذات العلاقة حتى تكون الشريكة الأساسية لفريق الأمم المتحدة وقال رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سامر حددين للدول المانحة والقطاع الخاص أمام امتحان جديد لمساعدة ليبيا خلال الخطة المعلنة للعام 2017 ليبيا دولة غنية وإن شاء الله بترجع وتزدهر أحسن مما كانت عليه لكن اليوم الطرف السياسي والطرف الدولي ما عم بسمح لي أنا كليبيا أن أستخدم ترواتي وأنا اليوم محتاجة فالامتحان اليوم أمام القطاع الخاص وأمام الدول المانحة من الذي سيقف معي في وقت الرفاه ولا في وقت الصعوبة أيهما أرجعوه صديقي وأوضح رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمع الأعمام في نشأة سابقة أن البعثة الأمامية قادرة على الإفاء بوعودها لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا للعام القادم أنا أعتقد أننا نكرر الأمم المتحدة أو هذه العيئات ستحاول بجهدها بأنها تتحصل على القيام التي طلبتها وفي محاولة أيضا لإيجاد حلول أفضل من السنوات الماضية في كيفية تسيير العمل على الأرض طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن سوحلي بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقابة ودعم الشرطة والأجهزة الأمنية وتفعيلها واحترام تراتبية القيادة السياسية المدنية في البلاد ودعا سوحلي في كلمة نقلها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ندوة حول واقع ليبيا بين تحديات الأمن والجريمة نظمتها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس دعا كافة الأطراف للتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي لما وصفها بالمجموعات الإجرامية المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة والمسؤولة بشكل مباشر عن عمليات الاختطاف والإخفاء القصري والابتزاز نفى آمر الحرس الرئاسي نجمي النكوع تحديد أماكن تدريب أو أعداد العناصر التي ستنضوي تحت قيادة الحرس الرئاسي وضف النكوع لقناة ليبيا لكل الأحرار نما تم تداوله على بعض القنوات الإعلامية بخصوص أعداد العناصر من المدن والمناطق والمزايا المالية هو أمر عار عن الصحة وأضح النكوع أن عملية تجنيد عناصر الحرس الرئاسي ستتم عبر ثلاث مراحل الأولى هي إعلان التجنيد والثانية تحديد اللجان ومواعيد الكشف الطبي أما الثالثة فهي الاستدعاء للتدريب ورحب النكوع بانضمام كافة الشباب ليبيا من جميع المدن والمناطق إلى الحرس الرئاسي دون استثناء أو إقصاء أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي في بيان لهم تمسكهم بالاتفاق باعتباره مشروعا وطنيا شاملا لحل الأزمة الليبية على حد تعبيرهم وقال النائب محمد رعيد لقناة ليبيا لكل الأحرار إنه لا بدلا عن الاتفاق السياسي مشيرا إلى أن الأعضاء الداعمين لاتفاق سخراط طالبوا الأجسام المنبثقة عنه بتحمل مسؤولياتهم وللطلاع بدورهم في تنفيذ الاستحقاقات الواردة به وضف الرئيض أن الأعضاء الداعمين حثوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على مضاعفة الجهود للإسرائيل في حلحلة الأزمات التي تسببت في ترد الأوضاع الاقتصادية والأمنية دعا عدد من عمداء البلدية إلى الاتفاف حول المجلس الرئاسي وتقديم الدعم له محليا ودوليا وتفعيل بنود الاتفاق السياسي لحل جميع مشاكل المجالس البلدية جاء ذلك خلال لقاء جمع عمداء بلدية طرابلس المركز وازوارة والخمس وسرط وترهونة وسبها والجفرة والزاوية الغرب والزاوية الجنوب بالسفير البريطاني لدريبيا بيتر ميلت وممثلين عن الخارجية البريطانية بمقر وزارة الحكم المحلي بيترابلس وكذا ميلت في تغريدة الله عبر حسابي على تويتر أن اجتماعه مع عمداء بلديات كان مهما ومثمرا قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي أن الأزمة الليبية تمثل عبءا وخطرا على المغرب العربي بالكامل مشيرا إلى أنه من مصلحة تونس ومصر والجزائر ودول الساحل أن تحل الأزمة الليبية ووصف الإبراهيمي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ما يجي في ليبيا بأنه كارثي ومأساة وظلم صلط على أناس لا ذنب لهم حسب تعبيره ودعا الإبراهيمي الليبيين إلى أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم موضحا أنه لا بديل عن الجهد الوطني أعلنت النيابة الاتحاذية البلجيكية يوم الخميس أن جهاز الشرطة فكك شبكة لتهريب الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا قائلتان أنه تم توجيه الاتهام لمواطن بلجيكي وأضفت النيابة البلجيكية أنها نفذت عدة عمليات تفتيش يوم الثلاثة في بروكسل في طار تحقيق في أنشطة محظورة عبر شركات لطبيض الأموال والاتجار بسلاح الموجه إلى ليبيا حسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوستان أمريكية وقالت النيابة الاتحادية البلجيكية أن هذه الأنشطة انتهكت الحظر المفروض على السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي في مارس 2011 نشتنا متواصلة وفيها البنك الإفريقي للتنمية التي يقول أن انخفاض إنتاج النفط في ليبيا والنزاع المسلحة أدى إلى انخفاض النتج المحلي إلى أربعين في المئة منذ عام 2013 البنيان المرصوصة تدرس مع الحاكم العسكري مكلف خطة لتأمين سرط ومستشفى مصرطة يقول إنه استقبل 720 جثمانا من قوات البنيان جراء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة فعيس المجلس الأعلى للدولة يطالب بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ودعم الأجهزة الأمنية وتفعيلها واحترام تراتبية القيادة السياسية في البلاد ومداء عدد من البلديات يدعون إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي ودعمه محليا ودوليا ويطالبون بتفعيل بنود الاتفاق السياسي لحل مشاكل المجالس البلدية قال البنك الإفريقي للتنمية انخفاض إنتاج النفط في ليبيا والنزاع المسلح الدياء إلى انخفاض النتج المحلي الإجمالي إلى 40% منذ عام 2013 وضف البنك في تقريره السنوي لأن السياسة النقدية في ليبيا تشكو من حالة فوضى حسب وصفه خاصة في 2015 مع الازدواجية في مؤسسات الدولة وضف البنك الإفريقي للتنمية أن الانخفاضات الكبيرة في الإرادات الحكومية عامي 2014 و2015 أجبرت الحكومات على الاقتراض من أجل تمويل النفقات مؤكدا أن إعادة الإعمار في ليبيا لن تبدأ إلا مع انتهاء الاقتتال وتشكيل حكومة موحدة وتحقيق الاستقرار وإرجاع إنتاج النفط إلى مستوياته لما قبل 2011 بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير الخارجية المفاوض بحكومة الوفاق الوطني الطهر سيلاء المضطنقات التي تعاني منها الوزارة وملف النزاعات الدولية المرفوعة على ليبيا وأضح ديوان المحاسبة عبر صفحة على فيسبوك أن الطرفين بحث أيضا الخطة الاستراتيجية والملكة الوظيفة للوزارة والديون الخارجية لصالح المؤسسات بعدد من الدول والتنصيق حول إمكانية الاستفادة من علاقات وزارة الخارجية للتواصل مع الدول الصديقة فيما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وغسيل الأموال أكد رئيس وحدة الحمولة بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار مصراتة محمد العيب تواصل إضراب موظف الشركة إلى حين الاستجابة لمطالبهم وضف العيب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن موظف الشركة الليبية للخدمات الأرضية التابعة للإفريقية للطيران يطالبون بسداد مرتبات سنة كاملة موضحا أنهم تواصلوا مع حكومة الوفاق الوطني وحكومة الأزمة دون جدوى وقال العيب أن جميع الرحلات متوقفة في مصراتة باستثناء رحلات الجرحة مضيفا أن الإضراب مستمر في مطارات سبا ولبرق وتبرق وهناك مساع للدخول في إضراب بمطار ميتيجا بطرابلس حسب تعبيره نفت شركة البريغا لتسويق النفط ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بنقص الوقود في عدد من المناطق وأكدت الشركة في بيان لها نشر عبر صفحة على فيسبوك أن الوقود متوفر بجبيع مستودعات الشركة وأن توزيعه على الشركات في كافة المناطق مستمر بشكل طبيعي كما دعت شركة البريغا لتسويق النفط إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في استتباب الاستقرار بحسب البيان وصلت يوم أمس إلى ميناء البريغا ناقلة النفط هوستانستار والتي ترفع علم جزر المرشال وأكد ميناء البريغا عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الناقلة ستشحن كمية قدرها ستمائة وثلاثين ألف برميل وستتجه إلى إيطاليا وصلت إلى مطار براك الشاطئ الدولي يوم مصائرة تحمل شحنة مالية تقدره بستين مليون دينار مقدمة من مصف البيضاء المركزي وأضحى مدير المطار محمد حمد لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم تسلم الشحنة من قبل عدد من مديري ومندبي مصارف المنطقة الجنوبية وعضاء المجالس البلدية مشيرا إلى أنه تم توزيعها على جميع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ضبط جهاز الحرس البلد غريان سيارتين محملتين بـ 320 صوانة لغاز الطهي وأضح جهاز الحرس البلد غريان عبر صفحة على فيسبوك أن الشحنة كانت متجهة إلى المنطقة الجنوبية من أجل بيعها في السوق السوداء بحسب قوله مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء صاحب المستودع وأخذ أقواله وإحالة المحضر لنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية مدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جميع المراكز الصحية بمدن ومناطق ليبيا حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري وكان المركز قد أطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الخامس من ديسمبر الجاري وفي السياق نفسه أعلن المجلس البلدي غريان أن التطعيمات ستكون متوفرة بالمراكز الصحية للمدينة حتى الموعد المحدد لتمديد الحملة نظم أطباء من مدينة طرابولس مختصون في طب وجراحة العيون حملة لإجراء عمليات مجانية للمرضى في مدينة غدامس وأوضح أحد منصقي الحملة عبد السميع موسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الفريق الطبي أجرى خمس عشرة عملية مشيرا إلى أن هذه الحملة تستهدف ثمانين شخصا يعانون من مشاكل مختلفة وأضف موسى أن العمليات تجري بمستشفى غدامس العام إلى عنوين النشر البنيان المرصوصة تدرس مع الحاكم العسكري المكلف خطة لتأمين سرط ومستشفى مستشفى يقول أنه استقبل 720 جثمانا من قوات البنيان جراء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة موسى رئيس المجلس الأعلى للدولة يطالب بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ودعم الأجهزة الأمنية وتفعيلها واحترام تراتبية القيادة السياسية في البلاد عمداء عدد من البلديات يدعون إلى الاتفاف حول المجلس الرئاسي ودعمه محليا ودوليا ويطالبون بتفعيل بنود الاتفاق السياسي لحل مشاكل المجالس البلدية تم النشرة وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرى تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا على حسن المتابعة في عمال الله موسيقى 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 موسيقى